الخليفة العباسي المستنصر في بعض أيامه خرج من بغداد باتجاه المدائن وما هي ببعيدة عن بغداد كان قاصداً زيارة سلمان الفارسي سلمان المحمدي في جملة رفقاء طريقه عز الدين ابن الأقساسي وهو من سادة الهاشميين يتداولون الحديث فقال المستنصر العباسي من أن غلاة الشيعة يقولون أن علي بن أبي طالب جاء إلى المدائن لتغسيل سلمان وتجهيزه ودفنه بعدما توفي ومن أن علي غادر المدينة بعد صلاة العشاءين هكذا هي تفاصيل الواقعة وجهز سلمان ودفنه وعاد إلى المدينة قبل صلاة الفجر الحادثة معروفة في كتبنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه غادر المدينة بعد صلاة العشاءين ووصل المدائنة في الحال وجهز سلمان إلى أن أكمل أمره فرجع في اللحظة التي أراد وكان ذلك قبل صلاة الفجر المستنصر العباسي يحدث الذين معه بما فيهم ابن الأقساس هذا وكان شاعرا كان شاعرا مبدعا فأجابه كما يذكر في كتب التاريخ والأدب أجابه على البديهة أنكرت ليلة إذ صار الوصي إلى أرض المدائن لما ألها طلبا أنكرت ليلة أنكرت ليلة إذ صار الوصي إلى أرض المدائن لما ألها طلبا وغسل الطهر سلمانا وعاد إلى عراسي يثرب والإصباح ما وجبا وقلت ذلك من قول الغلات وما ذنب الغلات إذا لم يوردوا كذبا فآصف 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 قبل رد الطرف من سبئ بعرش بالقيس وفيخرق الحجوب فآصف قبل رد الطرف من سبئ بعرش بالقيس وفيخرق الحجوب فأنت في آصف لم تغل فيه بلى 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 في حيدر أنغال إنذا عجب إن كان أحمد خير النبي آصف وصي سليمان ومحمد خير النبي فلابد أن يكون وصيه خير الوصيين إن كان أحمد خير النبي فذا خير الوصيين أو كل الحديث هبأ شكرا للمشاهدين